بشكل سريع رح نكون عم نحكي بشكل سريع شو هو التعلم عبر الانترنت ونحكي بشكل سريع شو هنال الطرق والفورماتس اللي معقول نحن عم نوصل فين المعلومة نميز بين انه في دروس بتنعطها اونلاين وهي دجا عملها ديزاين وتركبت بطريقة تنعطها اونلاين والفرق بين هلأ اللي صار معنا بوقت الكورونا فيروس رح كمان يعددوا اشرح شو هنال الطرق اللي بيخلونا بواسطتهم نعلم اونلاين شو هنال التحديات اللي بينت معنا خلال هيدولة ثلاثة شهور نحن عم نعلم اونلاين ودغري نفوت من بعد منا كيف نحن بدنا نعمل تحسين للكورس تابولتنا تاي سير ينعطها اونلاين وقامل قدامكم ديمونستريشن لكل التكنولوجي اللي هلأ حاليا موجودين ومتوفرين ما مندفع عليهم تما يكون في عنا عاق قدام التلمييز وقدام هالاستاذ اللي عم بيعلم ونقدر من خلاله نوصل المعلومة ونتشارك مع الطلاب تبوالتنا واضح لحديث هوني اي 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 واضح رحبلش بي قوت كتير صغير بقول انه التعلم عبر الانترنت هو مثل موجة اللي هي بواسطة رح تخلينا نعلى كتير وتقدفنا لقدام يعني نحن لازم نشوف التعلم عبر الانترنت بطريقة ايجابية وبالرغم من كل الصعوبات اللي موجودة بالاخص عنا هوني بلبنان لانه تجربة اول مرة بتصير بواحد وعشرين شباط حل علينا ضيف كتير سئيل اللي هو الكورونا فيروس اللي خلينا نوصل لمرحلة تسكير للبلد وخلي كل العالم بالاسابيع اللي اجت من بعضه كمان يدورو نسكو كل البلد طب ولدو من هونه افنا عد مخترق طوى شو بدنا نعمل بدي علينا العام الدراسي و او انه نحن بدنا نعمل خطوة لقدام ونجرب قدمه فينا نساعد الطلاب ونربح العام الدراسي من هون ايجت فكرة التعلم اونلاين للأسف ما كنا محضرين للتعلم اونلاين مشان هيك اضطرينا ضغري نعمل تكيف الادابتيشن للمنهجية اللي نحن عم نستخدمها ونجرب قدمه فينا نوصل المعلومة للتلميز بهيدا الوقت التلميز فكروا هيدا الشيء اصاص لقيلن وعذاب لقيلن بالوقت اللي هو كمان فيه صعوبة كتير كبيرة للشخص اللي عم بيعلم لانه بدل ما يكون عنده عشر دقيق بالصفة يقدر يوصل المعلومة عم يضطر من بعض الساشن يقعد ساعة و ساعتان مع كل تلميز لواحده طي يقدر يساعده يجرب يوصل له المعلومة اكتر مشان هيك نحنا تنقدر نعدل بكورساتنا علينا نعرف انه في عنا استراتيجيات معاينة لازم نكون عم نتباعه بالتعلم عن بعد التلميز في عنا عدة انواع من التلميز كيف بيحفظه كيف يتعلمه في ناس بس ان احنا نكون عم نقرأ ورقة نقدر نوصل لعشرة بالمية نحفظها بينما لما منسمع يعني حدا عم يحكي معنا منحفظ عشرين بالمية من المعلومة لما منشوف مع قلوان ونكون نحن عم نطلع نحفظ ثلاثين بالمية لما بيجمعو لنا الصوت مع الصورة نحفظ خمسين بالمية لما نحن بدورنا نكون من بعد ما حكي وشوفونا المعلومات نقوم نحن نحكي راح نوصل لثمانين بالمية ولما منقوم منطبق بايدنا راح نوصل لتسعين بالمية ليش عم قلكن هيك تقلكن انو عملية التعلم مش بس اونلاين حتى بالصف هي عملية تفاعلية بدي الطالب من خلالها يسمع ويشوف ويقرأ ويقوم يطبق ويحكي تقدر وصله للتسعين بالمية من المعلومة مشان هيك تعلم اونلاين والتعلم بالصف هو عملية انتراكتف بدي اخده اعطي بدي اسأل هيدا التلميز تقدر اوصل انا وياه الهدف اللي حطتو للكورس تابولي واضح لحدتون عم احكي بسرعة اوكي جيد فيكم تعملوا كمان تبعاثوا رياكشن تحت تلي اعرف اكتر انو كمان ماشي الحال الانلاي تيتشينغ هو لما تلميز هو من تلقاء نفسه بيعرف انو انا بدي اخده شريح هذا عم يجرب يحكي اوكي لما من تلقاء نفسه بيعرف انو هو في عنده كورس رح ياخده بلا ما يكون موجود بقلب بالصف وبلا ما يروح حتى على الجامعة او على المدرسة هيدا بالنسبة للانلاي تيتشينغ اللي معروف انا وبلبنان كون عم اخد كورس بجامعة ببريطانيا او بفرنسا او حتى بحيالة دولة عربي شو هنه التعلم اللي موجودين face to face learning شو برأيكم هو التعلم الواجها لواجه هون بيكون موجود وكيف انا بعطي الكورس بهيد الحالي بهيد الحالي حدر بيقدر يعطيني تعريف للتعلم وجها لوجه باي طريقة بيكون عم ينعطا اي جاس هدا اللي بيكون بالمدرسة عادة احنا شايفين التلميذ وسعت بيكون بول سعت بيكون بوش حسب شو تيتشيف كيف عم تستخدم مية بالمية سا هيدا بديكون انا والتلميذ موجودين مع بعضنا face to face بقلب الصف بقلب المعهد او اذا عم اعطي درسة تخصي بعنا ما بل using technology tools هون بيكون انا موجودة بالصف صاري فينا نحط ميوت للميكروفون بس تابولت ما نقدر ها ها اوكي انا فيكم عم معلم بالصف بس قررت زيادة عن انو استعمل اللوح والورقة والقلم استعمل powerpoint استعمل الpointر بيدي استعمل طولز ما كانوا موجودين من ايام قبل. في مثلا نقل لهم انه انا رح سجلكم صوتي على ال powerpoint. فهون عم استعمل التكنولوجيا بالتعلم تابولي. لما برو على شي اسمه خليط بين face to face وبين يعني ماسميه blended learning هو عبارة عن الكورس بيكون قسم منه بقلبه الصف وقسم منه بيكون بواسطة ال online learning. يعني مخلوط مع بعضه اثنان سوا. وهذا اللي لازم يصير من هون ورايح. تحت تاني نتعود اذا صار عنا كارسي تاني يكون بارت من الكورس محضرين انه نحنا قادرين نعطيه online. وبارت التاني ينعطى بقلبه الصف. لما برو على الفولي online يعني بشكل كامل متل ما هلأ صار فينا بوقت الكورونا فيروس يعني بشكل كامل بده ينعطى عبر الكمبيوتر بيني وبين التلميز. تحت تفصل بياناتنا هايدي الشاشة. وهلأ رح نشوف كيف بدنا نستخدم التكنولوجيا تنقدر نعطي الكورسات تابغلتنا online. شو شو في فرق بين اعطي كورس حالي طارقة على الانترنت وبين انه انا اعطي سوري كورس تكون محضرة نفسي تقعطي online. بالأمرجنسي هو مثل ما صار فينا بوقت الكورونا. بينما الفرق التلمي في online learning هو انا محضرة نفسي ومرتح اعصابي وتلميز بكامل ارادتهم جايين على الصف. مش بوقت الامورجنسي الحالي طارقة تلميزة نحطو تحت امر الواقع. مش محضرين. الاساتزي ما عندن التابلتس اللي بتخولن نيائي بس يكتبو علي يطلع ضغري قدامن على سكرين. بينما بالonline انا عندي التابلت عندي ويت بورد عندي انترنت منيحة اللي يجب محضرين نفسيتهم. مشان هيك نحنا بدنا نشوفها لكيف نعمل adaptation. ونحول هيدا الضيفة الشئير اللي حل علينا. تا نقدر نبصت قدمة فينا المعلومات ونوصلها للطلاب تاب ولتا. عندي طريقتين من علاقات فيها الكورسيت تاب ولتا. اول طريقة اللي هي فيه interaction بيني وبينة الاستاز يعني بفتح معه زوم ومع الطالب بفتح معه msdm بفتح معه على skype وفيه interaction بيني وبينة. اما بالنسبة للـ asynchronous اللي هي مسجله صوتي وبعط له فيديو وبعط له powerpoint مسجل عليه الصوت او ببعط له بكل بساطة دوكيما هو يقري ويزا عنده شي اسئلة معيني يرجع لعندي ويسألني فيها. سو هيدا الفرق بيناتهم. هيدول اتنين الفرق اللي في استخدمهم انت انا اعطيه online. طب بناءا على عدة seminars ان عملوا. القلومنا الاساتزي والطلاب انو واجهتنا كتير مشاكل. من الاول شي فيه شعوب ينقدر نخلي تلميذ يحسوا حالا انو هني engage. هني اللهم علاقة بهيدا الكورس. لازم يحضروه. اثنين تحضير الـ content كتير صعب. ثلاثة كيف بدنا نعمل الفحص لتلميذ online. واحدة من التشالنجز الكتير كبيرة. اربعة ما عندنا انترنت بشكل كافي. التلميذ ما عندهم لابتوب. تلميذ ما عندهم جيجابايت كافيين. او عندهم unlimited internet access. او انو عندهم وركلود كتير كبير. عم ياخدوا كلها يبقى على الانترنت. عم يضطروا تحت الهواء يسألوا الاساتزي طبولتهم شو في عندهم اسئلة. لذلك الاساتز يجب ان يتمتع باربع صفات. اول شيء من ناحية البيداجوجية يجب ان يغير كل استراتيجية اللي عم يعدل فيها. اثنين بدي يكون في عندهم هيدا الروح السوشيال الاجتماعي يكون عم يرد مع التلميذ حتى برات الكورس طبولته. ثلاثة بدي يكون عم يعمل تايم مانجمنت عندي ساعة مو بدي اتخطيها بالوقت الحاضر فيه كافي انا وتلميذي تحت الهواء. واربع بدي يكون يعرف بالتكنولوجيا تحت تالي يقدر يقوموا يستخدم مطولز تساعدوا لنا بعملية التعكم للطلاب طبولت. مشان هيك نحنا بدنا نكون قد ما فينا نمتص ونعرف ونتفهم التلميذ لانه هايدي صعوبة مش بس على التلميذ صعوبة لإلنا كمان مشان هيك بدنا نكون مهتمين. وفي بعض الايام في طلابي بالجامعة يحكوني عشرة بالليل تسعة بالليل. ما في يقول لا. لانه هيدا الطالب هلأ نزلت عليها كرسي مش معوض عليها من قبل. فبدنا نكون كتير فلاكسبل ناخد ونعطي معهن ونجرب نساعد ونقدمه فينا تا يتقبلوا الكورس تا بولتنا ونقدر نحن وياهم نتخطى هيدا هيدا الفترة. فهلأ رح كون عم احكي وبزيت الوقت عم استعمل الويت بورد تا اشرح لكون كيف بدنا نكون عم نحول الكورس تا بولتنا لأونلاين كورس بطريقة بطريقة كتير بسيطة. فاول شغلي بدنا نكون عم نجتمع اذا كان عنا ثلاثة أسات زي بيعتوا math لنفس المادة وبنفس الصف نجتمع سوا نعمل planning ونغير design. من بعد منا نجربوا للكورس نعمل له implementation ومن based على feedback تابعة التلمييز وشو رأيهم بالموضوع نعدل عليك ونحسن تا نقدر نزل. وبيسوا بكل اخر session نسأل شو رأي التلميز وشو فينا نحسن بالكورس تا بولتنا. ومشان هيك راحكون هلا عم ارسم قدامكن كيف معقولي نحنا نكون عم نعطي نحسن بالمتودولوجي تا بولتنا بواسطة الانلاين كورس ديزاي. الكل عم بيشوف عندي هيدا الويت بورد. كلكن قادرين تشوفوا الويت بورد. شايفين شو عم اكتب انا هلا. شايفين شو عم اكتب انا هلا. شايفين شو عم اكتب بشات. شايفين شو عم ارسم قدامكن نتخيل انو انتو عم تزبطوا تعملوا الانلاين كورس ديزاين. وبتكون بهيدا الحالة. بدكم بهيدا الحالة تتعادو از اسادزة. تا كيف تتعتو سوى الكورس تا بولتكن. رح نفترض اول شغلي لازم نعملها. بدنا نحط جانر الوبجيكتف لطبع الكورس. بسو عندي جانر الوبجيكتف او الهدف العام. بيجي باتفق انا والاسادزة اللي بيشتغلوا معي بنفس الدومان. طيب عندي هيدا الهدف الكبير. كيف انا بدي اقدر اوصله. مشان هيك بدي يكون في عندي ساب اوبجيكتف. او اوبجيكتف اصغر. واحد ساب اوبجيكتف. او اوبجيكتف اثنين. وصاب اوبجيكتف الثلاثة. صار عندي هدف كتير كبير. طالع منه تلات اهدف صغيرة. هيدول تلات اهدف صغيرة. كل واحد منهم بيشكل تشابتر. هو الحصة اللي بدو ياخدها هيدا التلميذ. هيدا تشابتر وان. هيدا تشابتر تو. هيدا تشابتر ثري. منلاحظ انه بكل تشابتر بيكون في عنا اهداف اصغر منه. كل تشابتر بدو يكون في بقلبه اهداف اصغر منه. صار عندي انا هلأ محضرة الهدف الكبير مع تشابتر وشو بدو يطلع منه. هون صرت قادرة اكتب الكونتنت او المحتوى. ومن بعد ما اكتب المحتوى. لاني انا بدي علم اونلاين. بدي استخدم منهجية معيني. بتساعدني بالتعلم اونلاين. كتبت انا بالبداية هدف كنتنت ومنهجية. بهايد الطريقة صار عندي شابت. لكل استاذ عم يشتغل على شابت. وصار عارف حاله انه هيدا المعلومة ما بيقدر يحكي عنا. لانه موجودة بتشابتر اللي بعضو. وبنحطو الابجاكتف بطريقة يجو ورا بعضو. هون صار عندي كورس عارفي انا انه المنهجية اللي بدي استخدمها. هي بدي تكون. ما بق فيه اعطي عمل مجموعة بدي اعطي عمل فردي. بدي اعمل انتر اكشن. رح نحكي عنهم شو هن المنهجيات اللي انا بدي استخدمهم بالاونلاين. لحديث هون واضح كيف بدو ينعطى الكورس نحولو من كورس عادي لاونلاين. جيد. سوف ارجع على البرزنتيشن ونكفي السامري اللي هلق حكيناه نحن هون. لكن اتفقنا حطينا شو هو الوبجيكتف تابوليتنا وهلق رح ابعث الكون دوكيمنت من سميه بلومس تاكسونومي. اللي هي فين الافعال كيف انا اقدر ركب التشاكتر تابوليته. من بعد منا بحط سكيلز مع الكونتين. برجع بروح على المنهجيه دولي اريدي رسمتون قدامكم. سو البلومس تاكسونومي هنه عباره عن فعل يعني عدد واشرح. قم بعمل عرض عملي. قم بتحليل هيدا الشي. ابلاي. كريات. سو رح ابعث لكون هيدا الدوكيمنت لكل خاني. في عنا كل الافعال اللي نحنا منعوز نستخدمون. تا نقدر نكون عم نشتغل نحضر الكورس تابوليتنا بشكل عادي. او كورس اونلان. سو اتفقنا حطينا الاهداف. حطينا المحتوى. وحطينا المنهجيه اللي احنا بدنا نطبق. نوصل نحنا عم نزبط الكورس تابوليتنا ونحوله اونلاين. لازم نعرف انه مين هني الاودينس تابوليتنا. هل يطور هني اشخاص كبار ولا هني ولاد. بدي حطلهم كتير فيديوز وصور. ولا في حطلهم كلمات وكاتيبة موجودة عندي على سلايد. شو بقدم انا اقدر فسرهم ووصلهم معلومي من هلق لاخر الكورس تابوليتنا. فهيدا شي كتير مهم. وشو هني التولز او الوسيل التعليميه بدي استخدمه. ولي هلق رح نحكي عنا كتير وعمل قدامكم عارض عملي. فنكون عم نشرح. كتير مليح. فهلق صار عندي انا الابجاكتف الهدف. حطات المفوضولوجي. رح اخد اجزامبل كونه الاكتريه هني استاذة مات. وعزرا انا ما كتير مع انه الوالد استاذ مات. ما حدا منا طلع بهيدا الدومان. رح جرب قد ما فيني اعطي اجزامبلات. حدا عم يسألني كيف منشتغل على المنهجية. كتير مني حلق خلال هيدا المحاضر. رح كون عم احكي عن عدة منهجيات. منها كيف نكون عم نستخدم العمل الفردي خلال السطف. كيف كون عم اشتغل على بروجيات. كيف عم استخدم كوز اونلاين او كهوت. رح كلهم اشتغل عليهم. انا وياكم بالتفصيل. وبرجع ببعاد لكم يوهم رابط فيديو محضر باللغة العربية الدرجة. سيبقوا عندكم المعلومات كلية. سنتخيل نحنا عم نحضر شابيتر عن تيورام دو بيتاغور. فالهدف الاول نست اند اكسبلين اشرح تيورام دو بيتاغور. كيف بدي اشرحو بدي اشرحو بواسطة عارض مش عملي عارض يعني دايركتف. انا بدي اشرح لونيانا الطلاب ما بيعرفوا قبل شوي تيورام دو بيتاغور. هيدا الورقة اللي عم تشوفوها قدامكن. هيدا منسمي دليل المعلم. يعني عندو الهدف قدامو. كيف بدي كون عم يشرح هيدا الهدف. شو هو المحتوى. وشو الوقت اللي بيحاجي لقيله تايكون عم يشرحو. وشو بدو ما عدد. بدو LCD. بدو كمبيوتر. بدو قليم تاي يشرح على البورد. او بدو يعطي اكتفيتشي تاي علم التليميستابول. راح نشوف. عنا هاي دي الحصة او شابتر 1. شي اسمو ريكل. ريكل يعني دايما بس كون عم احضر انا مسلسل. وهلأ راح نحكي كيف بدنا نعمل ريكل. عطول بيذكرونا بالحلقة الماضية شو شفنا. زيت الشي التليميز دايما بدنا نذكرهم. بالحصة الماضية شو شافوا. تا يقدروا يفوتوا معنا بالجاب. وهلأ راح نحكي شو هن المنهجيات اللي بدنا نستخدمها فيها. تاني شغلة. دغري من بعض منا بفوت اشرح لهم التايورام دو بيتاغور. مدته عشرة دقايق. وبدي اشرحوا بواسط بعرض موجه. تاني هدف هن يصير في تطبيق للتايورام دو بيتاغور. فهون عندي apply pythagor theorem. وبدي اعمل application exercise. وبدي يكونوا محضرة اكتر من اجزرسيس. اكتر من تطبيق. تا التليميز يشتغلوا لوحدهم. لأنه عبر الانترنت ما فيه يشغل كل تليميزان لوحدهم. وبعطينا عليه وقت معين. كل الوقت بكون عم اسألهم. اذا عندهم اسئلة او افتح لسكرين لوحدة. او الطالب يشاركني الورقة. بقولكم تا اقدر ساعده. او يبعتلي على chat. من بعد ما نصحح بيجي بالاخر شي اسمه reika. بدي اعمل ملخص. شو شرحنا كل الوقت. كل هيدا اللي chapter. تا اقدر انا وياهون نكون. عم نتذكر المعلومات اللي قطعت معنا. هلا انا اعلمكم عدة طرق. من نسميها كهود كوز او جوجل كوز. تليميز بيدلهم كل الوقت. كل الساشل مركزين. لأنه همهم الاساسي. من بياخد اعلى علامة بهيدي. من بيطلع على البوديوم. بيحتل المرتبة الاولى. هاي دي طرق تحتالي. نجذب التليميز اون لاين. يدلهم ركزين معنا. بعد ما انا دقيقة ونصطة. يخلص هيدا اللينك. رح ابعتلكم هلا رابط. تليز حفظو عندكم. تا نقدر نفوت. على تاني. تاني لينك. لأنو الزوم اللي عم استخدمه. هي الفيرسون المجانية. سو هلا رح ابعتلكم الرابط. بتشات. تليز حفظو عندكم. تحتالي. نقدر نكفي سوا. البارت الثاني من السيشن. بدي اتأكد انو الكل وصل له. لأنو هلا السيشن من هون ورايح. صارت كلها تطبيقية. رح اشتغل قدامكن. وتشوفو شو هن المنهجية. والتيكنولوجيا اللي ممكن نستخدمه. الكل وصل له هيدا اللينك. خلينا نحفظو عندنا. لأنو بعد معنا قد من دقيقة. تحتالي ينتهي وقت هيدا الرابط. حسنا. حسنا. رح نترك هلا. ننتهي على الرابط الثاني. حسنا. ودغري نبلش بالبرتي اللي بدأ عمل قدامكن عارض عمالي. بس بدي منكن الكلي اللي يس انو وصل له. اللينك. ما بحضرنا. حسنا. دعونا نترك. لأنو صار معنا 30 ثانية بس. ونفوت على. حسنا. الحسنا. واضح كيف انا بدي كون عم حضر له يعني حضرت الهيكل العظمي متل ما بقوله سكلتن طبع الشابتر طب قولتي هلأ صار في يبلش استخدم التكنولوجي واستخدمها بقلب الكورس صار عندي الكونتنت صار تعرفي شو الهدف اللي أنا بدي وصله شو بدي تولز هلأ صار بعرف كيف بدي استخدم منهجية فخلي هالتلميز يكونوا انترستد هنهو عم اشرح له لكينا كيف بشكل عام راكب عندي الكورس عندي ريكل صار إذا فينا نحط ميوت وبس عندكم أسئلة أكيد بنرجع بنفتح المايكروفون لكينا صار عندي ريكل عم أحضر أنا مسلسل على التيفي دايوا بيشوفوني شو صار بالحلقة الماضية تدالني اتذكر يعطوني الحلقة الجديدة ومن بعد منا في عندي مثل ملخص صغير شو صار وهيدا بتشاركوا مع التلميز وبشوفوني شو رح يصير بالحلقة الجاية سو هيك لازم نكون عم ناطي بالصف وخصوصا أونلاين لأنه كتير مهم التلميز بيشرضوا بيكون فينا نكون عم ناكل عم نشرب قاعدين عريحتنا فكتير مهم نكون عم نلحق هيدا المنهجية لكينا هلأ رح نبلش نحكي شو هن المكونات تبع الريكل كيف بدي أعطيه كيف بدي أقيمه لهيدا التلميز بالصف كيف بدي أعمل قدامه عرض عملي لهيدا المنهجيات اللي عم استخدمون كيف بدي يمات إطار حضر له فيديو لأنه ما بيكفي الشرح بدي إطار صور فيديو وكيف كمان المنهجية بدي استخدمها وان وان يعني أنا ويالا واحدنا برات اللي برات فيديو خلونا نروح هلأ على أول منهجية بدنا نستخدمها اللي هي الريكل يعني التذكير من حصة لتانية إيامات السشن ما بتكون عنديها كل يوم إيامات بكون أخذت اليوم لبعد جمعة أرجع أحضر أعطيه السشن تاني مشان هيك ضروري أنا ذكروا بشو شفنا أول شغلي هلأ رح عملها قدامكم هي اسمه جوجل كويز حدا نشغل قبل على جوجل كويز حدا نشغل قبل جوجل كويز جوجل فورمس هلأ متعلم بقلب بنا أوبشن كيف نقدر نعمل امتحان للطلاب طبولتنا عن بعد سوحدا عم يحكينا بالتشات بس نقدر نشوف الأسئلة طبولتها عزيم لكن مجرد ما فتنا على الجوجل متل ما نكون شايفين عندي صفحة جوجل بكتب علي جوجل فورمس هدول الفيديوز رح يوصلوا لكم بعدين يعني إذا كنت عم احكي على السريع رح يوصلوا بعدين بيكبس على جوجل فورمس أنا تقربح وقت كنت محضرتهم قبل عندي بكم شايفون السرين هنا واضحة سرين طبع جوجل فورمس بيكبس بام بطريق أكبر عم يسمي بلانك بس أكبر على كلمة بلانك ضغري بيحضرني طيب يفتح لي فورم بكتب هوني رح نسميه هلا تاست 1. مجرد باكبأس التاست 1 انا عندي هون بيكبس من هون على كلمة أنتايترد لاحظوا كيف نقل عندي كلمة تاست 1. رح سميه مثلاً question 1. q1. بحطلهم yes, no بالاحتمالات. بتلاحظوا في عندي هون شيء اسمه add option. يعني إذا بدي زيد option تانية بزيدها. وإذا بدي امحية بروح على هايدي كلمة remove من هون كمان بمحية. في عندي هون شيء اسمه multiple choice. وفي عندي هون شيء اسمه checkbooks. دايماً بالكوز أفضل أحسن لقيلكم تا تقدروا تصلحوا تقدر تغري تطلع النتيجة خلوها multiple choice. يعني الطالب يقدر يختار سؤال واحد. ودايماً السؤال هون بحطو required. لكينا حطيت اسم شو هو ال question. خلونا نقول one plus. سوري كتير هاي الاحتمال equal قداش. equal three equal one equal four. عندي. سو حطيت احتمالات موجودين. هاي دا اول سؤال. بدي زيد سؤال تاني. بروح على هاي دا العلامة البلاس الموجودة عندي. بيكبس على البلاس. بحط كمان. three. تنقول minus minus one equal. رح نقول اول احتمال two. تاني احتمال one. تالت احتمال four. حطيتها required. هلأ بدي حولها لكوز. نحنا كنا نعرف هاي دا الطريقة. انه هي بس جوجل فورم تعمل عليها survey. رح اطلع من هوني على settings. وروح على شي اسمه quizzes. وبقل له please حول لي ياها لكوز. مجرد انا ما كبسة تحولها لمسابقة. بيقل لي بدكن انه طاعتوا الطالب دغري العلامة من بعد ما يعمل submit. مفضل لا. لانه رح يشروض ويبطل يسمعني بالشرح. بيقدر يقفي سؤال رح قل له لا ما بدي يقفي ولا سؤال. وشو هني the correct answers وشو العالمات تب علتهم. يعني انا فيه حط لكل سؤال علامي تضغري تطلع عندي العلامي عندي وما اتعذب بالتصليح. من بعد منا بعمل save. مجرد ما انا عملت save صار فيي انا هون حط اي هو الجواب الصح. واقدر انا من خلاله بالanswer key هوني حط عندي اي الجواب هو الصح. لاحظتوا كيف؟ بيقبس كمان على السؤال التحت عند كلمة answer key وبقل لي three minus هو هي two. مجرد ما اجنقت طالب رقم اثنين رح ياخد علامي واحدة. لاحظوا هون كيف انا عم حط علب الفلاشات عجنب علامي او علامتان. نفس الشي لسؤال فوق اذا جواب صح بحط له علامي او علامتان. طلقائيا انا عندي لمسابقة صارت على اربع علامات. وطلقائيا الطالب لما بيختار الجواب الصح بياخد علامة تبغلته. بيقبس على كلمة done. وصار في عندي بهيد الحالة كمان موجود طالب شو الجواب الصح تبغلته. وقدي بياخد علامة. مجرد ما انا خلصتها بكل بساطة فيه اكبس على send هي اكيد مكون محضرينها نحنا من قبل الكورس. بيكبس على send وفي عندي هون يا اما ببعثها بواسطة البريد الالكتروني او بكل بساطة بحفظ الرابط عندي copy. ببعث له ياها هلأ رح نتعلم بلاتفورم اسمه google classroom بيخلق صف لكل مادة صف. وكل استيز ومادة عنده خاني لقيله بيقدر يتشارك معهم فيها documentate بيعمل لهم فحص من خلالها وبيعطين assignments وفي اسئلة فيها. بعد ما انا عملت copy بعمل لها ضغري paste. رح ابعد لكم اياه هلأ مثلا على chat box تتشوفوا كيف معقول تكونوا عم تقدروا تجربوا هايدي الفورم. بهايدي الطريقة كون انا خلقت google quiz. هي evaluation formative ما الهدف منه انه بهيدي المرحل اللي يكون بس عم اعطي علامة. الهدف اتأكد كيف يكون عم ينشغل اذا وصلت المعلومة او لا. عم ينكتب لهم اذا بينعمل offline. بالgoogle quiz انفورتشنتي ما بقدر ينعمل offline. بد يكون في عندو انترنت. وضغري مجرد ما عمل submit. تصلي العلامة هون. تصلي النتيجة response. تابغولتي هون. لاحظوا صار في عندي حدا نعبه هلأ. وجاوب عندي على الاجوبة. تابغولتي. لاحظوا كيف تطلع لكم العلامات. عندي مادام جيهان جاوبت وبعد انا ما عملت له الريريز دا سكور رح اكبس عليه يوصل للعلامة تابغولتها تلقائيا. واضح? واضح كيف منعمل google quiz? لا. لا. مرحبا لم أسمعت. نعم. نعم. حسنا. هذا سوف يصلكم فيه فيديو مفصل أكثر. ومشروح فيه تفاصيل أكثر. كيف تستخدموا google quiz. تتعملوا لطلابكم quiz. بأول session. تتذكرون بالحصة الماضية. يعني مننا ما منكون جبرنين انه هيدا امتحان ويلا على الورقة والقلم. وما منقدر أصلا نشوف الورقة والقلم. نعملوا على google quiz. ومنفسر لهم قدمة فينا انه هي هيدا الطريقة تنذكركم بالحصة السابقة. مش انه تخافوا وتعتلوا هم انه هيدا امتحان وعلمات. بس بدنا نعرف كيف بدي أنا كون عم كفي الحصة إذا لازم اشرح شيء من المعلومة قطعت معنا. بالSession اللي قبل. هلأ رح نكفي. تاني تاني طريقة تكون عم اعملهم فيها للطلاب تذكير بالحصة السابقة. خلصنا من ال google forms او اللي منسمين google create a quiz. رح روح على review demonstration. شو يعني review demonstration. هلأ اللي أنا عملته قدامكم هو عرض عملي. يعني أنا اشتغلت قدامكم skill جديد. مهارة جديدة. نفس الشيء. إذا أنا عم اشرح الى التلميذ. تيورام شرحته قبل. ما بيمنع ارجع اشرحه مرة تانية. وخليهم اسألهم اسئلة هني. شو هني بيتذكروا من هيدا التيورام. اوكي. هيدا منسميها review demonstration. وإذا ما بدنا نوع كل جمعة نعطيهم شيء. وانلاين وما كل يوم نكون عم نشغلهم google quiz. في حدر اربع اسئلة. واسألهم إياها بطريقة verbal. بطريقة شفاهية. انه 1 plus 1 بالاخص للولاد الصغار. 1 plus 1 قداش بتطلع. واحد زائد واحد قداش بيطلع. بيرفعوا ايدهم. بيجاوبونا على السؤال. او اذا مين بيقدر يشرح لي هيدا التيورام. كمان بيكونوا عم يشرحوا لنا هيدا التيورام. او اذا في عندي شيء بالساينس. الهارت كم شقفة. او انه كم عندي بارت بالبراين. كمان بالدماغ. كمان بيقدروا يشرحوا لي. هاي دي المنهجية اللي انا في استخدمها. تا اقدر ذكرهم بالمعلومات اللي قطعت معي بالحصة اللي قبل. واضح؟ في اسئلة على الريكاب. عزين بلش يصلي ري اكشنز انه واضح. هلأ رح نشوف الريكاب. يعني خلصت الشاب بيتر. خلصت الساعة ونصف انا وياهن اليوم. بدي اتأكد اذا الانفورميشن وصلت لهم بطريقة مزبوطة. اوكي. سو هون انا علي. كون كمانة. انا وياهن. عم نتأكد انه المعلومات وصلت صحيح. في حدا نبعت على تشات. عم جرب بس شوف. اذا حدا عنده اسئلة. قبل ما نكفي بال second information. سو رح نكون هلأ عم نعمل شير على تاسك تاني. اللي هو اسمه هلأ جيم تانية. اوكي. جيد. اسمه الكهوف. لكينا بالريكاب. قلنا كمان بالريكاب اخر الساشن في استخدم الجوجل كوز. كمان ببعتلون نية لينك على الكلاسروم اللي هلأ رح نتعلمه. او في استخدم معن. شي اسمه كهوت كوز. كمان هايدي الكهوت يعني انا بعلم بالجامعة وتاني سنة. كل الساشن بيكون عقلهم مفوكس. و بليز في اليوم كهوت. اذا في كهوت بيكون كل الوقت مركزين. ليش لانه هي. بيعملوها من تليفوناتهم. واللي بيجاوب باسرع وصح. بياخد العلامة الاكتر. و باخر هيدا الجيم بيطلعوا على البودجوم. و بيحملوا الكاس يعني بيطلع اسموهم على البودجوم. كل الوقت عقلهم بيكون فوكس. انه بليز في اليوم كهوت. اذا في كهوت بدلهم يسألوا اسئلة. و بيكونوا كتير انتر اكتف بالصف. و عم يتشاركوا. طي ما تفوتهم ولا معلومة. و طي يربحوا هنه اخر الساشن. و انا زيادة تحتالى يكون. خليهم انفولف. انه بياخدوا بونس علامات. يعني منعتبرها مثل علامات. كلاس ورد. و بيجموا علامات دورين 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 دورين. يعني عندن 10ポنتش أوفر وان هندرد. عشرة عامية. بياخدوها من وره الجوجل كوز. من وره الكاهوت كوز. من وره كمان الاسئلة. اذا كانوا عم يجاوبوا. و عم يعملوا ايضا. و كمان فينا نعمل بالريكاب. فورب الريكاب. بيعمل كيف تعملوا بشكل سريع. كيف تعملوا ديزايجه الكاهوت كوز. وأكيد رح إبعاث لكم كمانا فيديو تتكونوا عم تزبطوا المنهجية وكيف تتشاركوا مع الطلاب تابولتكم. سو رح نطلع هلأ على كمان مرة تانية على الجوجل صفحة جوجل فورب. رح تشوفوا أنه أنا عندي بهيد الصفحة رح سكر هلأ الجوجل فورب. بيكبس كماني هون عالجوجل بيكبس شي اسمه create.kahoot.it وبقول enter. وجلد وقلت enter رح يفتح لي صفحة لهي بتخولني اخلق أكاونت رح تقل لي أنه اخلق أكاونت يوزرنيم و باسورد وأعمل لوج إن. هلأ أنا ساقة بتعملي أكاونت و خلق يوزرنيم و باسورد فتلقائيا فينا مبلش نشتغل على هيدا الموضوع. مجرد ما تعملوا sign in ضغري بتفتح عندكم هيدا الصفحة رح تروحوا على كلمة create. تكبسوا على كلمة create. لاحظوا أنا عندي للطلاب عندي بكل session بخلق لهم game.kahoot game. تحتالي يحمسهم يكون في شوية interaction و نطلع من خبرية أنه بس في سكرين و ما عم نقدر نشوف بعضنا. في منهم ما بيكونوا فاتحين كاميرا. بالطلاب مع الطلاب دائما نجبرون يفتحوا كاميرا لأنه أول حصة بيفتحوا الكاميرا بيتفوا الميكرو و بيروحوا. تصير كأنكم عم تحكوا لواحدكم. دائما نجبروهن أنه يفتحوا كاميرا فتتأكدوا أنه هن بعضهم معكم بقلب session و في انتراكشن بينكم وبينهم. جيدا. 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 كثير مهم منكون هيدا الشي عم نعملون. هلأ رح نفوت على كلمة create و نكبس على كلمة create و بيطلعنا الصفحة الأساسية تبع الكاهوت لمن خلالها رح نكون عم نعمل design لأجزرسيس نبعثلون نيلا الطلاب و من تلفوناتهم أو من الطابلت بيكونوا عم يتشاركوا فيه. بيكبس على كلمة create. بس اكبس على كلمة create نفس سيستام الgoogle quiz هون بدأ الquestion هون بحط العلامة تبولتها هون بحط قداء بيحقلون يعملوا احتمال واحد ينقوا احتمال واحد أو اكتر هون شو بدأ نوع الquestion. هلأ لأنه نحنا عم نستعمل الفيرسون المجانية ما عنا كتير احتمالات الفيرسون الupgraded فيه يقلون يكتبوا text أو ينقوا اكتر من احتمال. هون مجبورين يا اما ينقوا احتمال واحد أو يضغطوا على الصورة. سو خلونا نقول one plus one سوري عم اعطي قمتل كتير بسيطة بس انه هو اكترسيس. equal a dash. حط هون عند الاحتمال الانصر تبولتو equal to. واذا كان هاي دا هو الجواب المزبوط بكتبوس على correct answer. انه هاي دا هو الاحتمال الصح. عزيم. السؤال البعضه. three. بعمل enter. four. وكمان بعمل enter. اللي رح يشوفو هني تلميذ الطلاب على تليفونهم. على screen يعني عندهم على الكمبيوتر بيشوفوا اللون الاحمر ورقم نار. بيشوفو اللون الازرق ورقم ثلاثة. واللون الاصفر ورقم اربع. على تليفوناتهم بيشوفو بس الوين. عليهم هو اذا رقم اتنا لونه احمر يضغطوا على اللون الاحمر اللي ع تليفونهم. معناتها هني نقوا الجواب رقم اتنا. صحيح في بلت ان كوزز هني موجودين. يعني انتو ما في داعي تتعذبو. وتركبو كوز جديدة. بس اذا عبيلكن كنتو شرحين شي تيرام معين. لانو الحلو انو فيكن تكونو عم تعملو اد لصورة. يعني انتو مثلا عملتو لون فورميول fx مع تنجنت ورسمتو لون الغراف. فيكن تعملو تحطو لون insert للغراف والصورة من موجودة تكون مثلا upload image موجودة عندكن على الكمبيوتر. فيكن انتو تتكلو على الكهود شو في موجود عندو كوز. وفيكن انتو تكونو عم تخلقوه. اوكي. وهون اكيد فينا نزيد صورة للكوشن تابوليتا. بتلاحظو هون على جنب. فيه قديم منعطيه وقت لهيدا الطالب. اذا انا اكيد عم اعطيه فورميول بده كتير وقت فيه اعطيه دقيقتان. فيه اعطيه اربع دقايه. واذا شي كتير بسيط فيه اعطيه عشرين ثانية. بعد عشرين ثانية بتطلع النتيجة قدامه قدام كل الصرف. اوكي. واضح لهون اول اجزامل. بس فيه سؤال مادام. شو الفرق بين كهود والجوجل فورز. ما نفس الشي طبعا. الكهود هي ضغري بيتسابقو بياخدو تلقائيا. الجوجل كويز سوري ما بقدر اعرف انا كل طالب كل سؤال بسؤاله. يعني جوجل كويز انت بتاخده بتعمله ع تليفونك بتصلي الريسبونس. هوني لا تسمة اللقوع تنسى. يعني بيطلع السؤال كل سؤال اللي بسؤاله قدامك قدامه على سكرين. ومن تليفوناته بيكبسه. ودغري بتطلع الcorrection من بعدها. بس يخلص السؤال رقم واحد بيطلع قدامه السؤال رقم اثنان. وبعد كل سؤال بيطلع العلامات. سمري لكل طالب قديه صار معه علامات والرنك تب غولته. هاي دي it's kind of game. لجوجل كويز ما بعرف كل واحد شو سوت بيصلي. فاينل ريسبونس. ريسبونس بالاخر. فيه كل الاجوبي تبعدها. قدرت توصل الفكرة. لأ ما بس سؤال معلي بالجوجل فورمز كمان بقدر عارف اي جواب جواب. صحيح. بس بقدر بعث بعدين. بس يعمل submit. أنا هوني. عم تطلع live يعني كأني عم اعمل معه game على الهواء. مثل هدول البروغرامات على التفي. سألوا حزورة. أعطى الجواب. هوني بيطلع الجواب الصح قدام كل العالم. هوني اعطي order انه يوصلون الجواب التاني السؤال التاني تيبين قدامه. شكرا لكم. حتى بالجوجل فورم بيقدر يرجع للسؤال الاول اذا ما عارفو بينما بالكاهوت لا. صحيح. اما بيخلص اول سؤال اجباري بدو ينتيل عالتاني. صحيح. يعني اذا خلص وقته وما جاوب خلص خسر العالمي. رحت على. اي بينما بالجوجل فورم بيقدر يرجع. صحيح. صحيح. و هوني في كمبيتشن بين التلميذ. يعني مين بيجاوب أسرع وصح. بياخد العالمي الأكبر. انا بس قدي ادخل شوي. لانه أنا بستعمل الكاهوت مع طلابي. التايمينك كتير مهم. يعني كتير مهم مين يوصل بالأول. بس فيهم يعيدوا الكوز أكتر من مرة. انبلا بيقدروا يعدو. وبيعطوا العالمي. اذا انا اعطيتهم بالكاهوت. اذا انا حتى عندي اوبشن انه. بعدين بس يخلصوا يرجعوا يلعبوا الجيم مرة تانية اكيد. لانه هلا بتشوفوا بالفيديو. بدي ابعادكم بس. نخلص تحاين. من قرروا. يخلصوا على تليفوناتهم على شي اسمه كهوت. ايتي او أبليكيشن. نبعط لهم كود. يعني ما فيه ممكن يخلصوا على هيدا الصاف. بس أنا طلابي قدروا يفوتوا مرتين وثلاثة ويجاوبوا صح. يعني. صاروا يعرفوا الجواب الصح بطريقتهم. ما بعرف كيف قدروا يعملوا. زيكوا علي يعني. صح لأنه بدنا دايما نغير لهم البن. ودايما بدنا نفوت بالساتينجز اللي عنا. انه بس يعمل ساب مت مرة وحدة. ما بيقدر كذا مرة. وما في فيزيبليتي لعنته. هذه معرفة اعملها. هلأ بدي جارة تشوفها. شكرا. انا بالفيديو اللي رح ابعادكم ياه. هو اكيد اطول من هلأ. وفي تفاصيل اكتر. مدته تقريبا شي ست بقاية. حتى عامني كايد اوف جيم. تبشوفوا مع التلميذ. شو بيشوفوا على تليفونهم. لما منبعتهم. وكيف بيجاوبوا. كيف بيشوفوا انه طلعوا اول. يعني لعبتها جيم بيني. وبين طلاب. انا عم صور التوتوري الفيديو. بتشوفوا كيف. الوقت كتير مهم. وبيصيروا يعني بينقهروا. بيتنافسوا. ليش انت صبقتني يا الله. وعلقت معي الانترنت. وبيصير يتحججوا بالانترنت. هايدي لقيتها طريقة. حتى مع طلاب الجامع على الانلاين. انه اقدر خليني ركزوا كل الساشن. تا ياخدوا اعلى علامة. وبيصيروا يجمعوا بونس بوط. التلميذ بالجامع بيهموا العلامة. وبالصاف كمان. انه اخذت دي شور دي سم هيك. بطريقة كتير هيني. مية مية. هاي البلاس اللي بتهمون اكتر من الهيني. هايدي البلاس عنده اهم شي. مش عارف انه العلامة مش هتفيدوا بشي. بعد ما ياخدش هاتم. بس انه انه هايدي كتير. يعني بشارطوني علي كل. كل جمعة. انه بطريقة. ناكستويك كهوت. وعننا كهوت. وبدنا باول الساشن كذا. وباول الساشن كذا. هايدي بتخلي شوية انتراكشن. و تكسر من هاي ده السكرين اللي بيننا وبين الطلاب. اوكي. فينا نكافي على على تيتشنج طول جديد. عازي مستثلي كذا رأكشن؟ بس عندي سؤال بعد الكهوت عنده كمان لينك متل جوجل فورم ولا كيف يعني تليميز بدون يفوتوا عليه نحنا اونلاين. يا بيفوتوا من الجوجل كروم يعني بيحطوا www.kahoot.it هاي ده اللي انت دخلتي اول شي يعني المفهود. نحنا دخلنا create.kahoot.it راح اكتب لكم هي واكيد موجودة بالفيديو والتوتوريول راح خلوني اكتبوا على تيتشات تحت تلك اللي تكون اهيان. يعني هنن مالمفهود لليستويدنس يكون عندهم كمان الاكاونت على كاهوت ولا؟ او ابدا ما في داعي. create.it هايدي تقلاقي لكم تحت تلك اللي تخلقو. وستويدنس يا اما بيفوتوا على كاهوت.it او بكل بساطة ينزلوا الابليكيشن على تليفوننن من ابل ستور او جوجل لاشتو. دغري علي ان يحطوا البن اللي انتم بتبعطوه لنياه. يعني اذا ما ما عن البن ما بيقدروا يفوتوا على الجام. حسنا. شكرا عليك. شكرا. جيد. هلأ رح ننتقل من بعض منا على الدليفيري. بالصاف كان عنا حرية نعملهم group work exercise وكانت كتير هيك حياتنا كتير سعيدة ونقدر اتشارك معهم نقطع عليهم ونشوفوا شو عم يشتغلهم. للأسف بالانلاين لو انو بتزوم في قصهم لجروبات بس ما بقدر تقطع شوف شو عم بقيدوا على الورقة وشو عم يشتغل. مشان هيك بديروه على assignment أو individual exercise يعني كل واحد لوحده يكون عم بيحل التيورام. يعني اذا انا عطيتهم تيورام معين exercise معين بيحلوا لوحدهم بيرجعوا بس اسألهم على الجواب بيتشاركوا. او بديعطين دوفار على البيت. وهلأ منشوف كيف مننزلوا على classroom يعني تحتالي ما تروح بالجامعات بيدفعوا على model بيدفعوا على e learning. هلأ جوجل فتحت لنا شي اسمه جوجل classroom مجاني. في تقريبا 80% ل90% من نفس ال options اللي موجودين بالmodel و بالe learning. بيخلي كل استيز عنده تلميزه لوحدهم وبيقدر يشتغل مثل MS Teams لان بس ما عنا capacity نشتري لكل تلميز MS Teams إذا ما كنا organization. من هون بدنا نروح على assignment على دوفار بدنا نعيّن لهم الجودات يعني معك اليوم الأربعة معك للثبت تكون اللي حيخلص وقتنا بعد عشرة دقائق كمان حيخلص لكم لينك ثالث تنقدر نقف في السيشن تاب والدنا. سوري بس بد قول شغلي. بالزوم في شي اسمه breakout rooms. إن حتى يشتغلوا group work. أنا عمق استخدمه. حتى انت فيك تحط مين مع مين. يعني انت you can manage the group. لقيت أنحب ضعيف الأضعف صار مع بعضهم. I can manage it. حتى أنا فين يفوت على كل group وشوفهم شو هم يعملوا. وارجأ أظهر من عندهم فوت على group اللي بعدها. صحيح. بس أنا أصدي على الورقة والألم. يعني بطل فيه على الورقة والألم. إذا مثلا أنا عاتتهم تايورام عم بيحلوه. بقيتل شوف الconversation بينيطن شو عم تشتغلوه. أو إذا عم يعملوا. مش بطل الصف طبيعي. أكيد. بس أنا at least you can manage it. صحيح. يعني في قصمهم لساب groups. واطلع من group للتاني. صحيح. سوري مادام روزابال عندي سؤال. قدر. بالنسبة للclass room. نعم. نعم. أوكي. إذا ما ننقل على التلميذ. شو ما كان إيميل. فيكون hotmail. gmail. شو ما كان. للأسف بديكون gmail. لأنه رح يعزلنا كتير بال features. تابعولتهم. وبالأخص إنه بيصير أيامات كل شي بنشتغله بينكب على g drive. أوكي. لازل بكون gmail. gmail. ومسالا جوجل كوز والفورمز بتلاحظه إذا بتقوله limit one response. يعني يجاب مرة وحدة. وإذا ما عنده hotmail. بصير يطر يطلع له مثل الصورة. وبدوا ينقع مثلا وين الكار. بدوا يعد يتكس عليها. ويعمل submit يعني رح تاخد معه العملية وقت أصعب. حسنا. 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 بهذا موضوع assignment. منعطينا الدفور. وبدوا يعملوا له submit. بوقت معين. وبدوا دقيقة معين. لكن من group work. يقدر إبطعنا عن كل واحد. شوفوا شو عم يشتغل. assignment. يبعط لي هو يشغله. على ال classroom اللي هلأ رح نتعلم. هذا بالنسبة لل delivery. delivery سعنا طرق تانية نحكي عنهم اللي هني ال white board. هلأ للأسف ما كل العالم عندهم touch screen. فgoogle خلقت شي اسمه jump board. يعني أنا بالماوس بالسورية بقدر اكتب كأني عم اشرح لهم على اللوح. هلأ رح اطلع قدامكم شوفيكم كيف تستفيدوا من كلمة jump board. ورح اعمل demonstration صغيرة شوفتوني كيف أنا شرحت قبل على ال white board. لانه مسائبة الكمبيوتر تابغلته في بقلبه touch screen. ورح اعطيكم هلأ حل. كمان شو تعملوا إذا سكرين تابغلتكم منا touch. كيف تقدروا تكتبوه يبين ضغري عندكم على سكرين. شو أول طريقة رح نطلع عن الشاركة هي jump board. ثاني طريقة رح كمان اعمل قدامكم كيف لاستفيد من program paint. ليهو نرسم بالماوس. كمان كيف تشرحوا لطلابكم عبرو. برجة كمان في كيف تستخدموا شي اسموا one com tablet. هلأ بشوفيكم إياها. هلأ عطيكم إياها البلان. شو بدنا نحكي بالدائي الجايين. وكيف تستخدموا الone note. تحت التالي بكل بساطة تكونوا محضرين انتو الإكزرسيز. بتكبوه عليكم بس تكتبوه بالماوس الجواب طب علتو. وكيف تستخدموا الماث applications. في أبليكيشن بترسم لكم هي الماث entre ودي والفونكسونات والسيركل والتريانجل. كل ياتوا بلا ما تتعذبوا. وحتى بلا ما يكون عندكم touch screen. شو هلأ رح نكون عم نحكي عنهم. رح أبعد لكم لينك تالت زوم لينك. تحت تالي انطمم بالنا إذا وقف في الوقت يكون وصلكم هيدا اللينك. رح أضلع واجيبوا من الكالندر. وبعد لكم إياه على التشات. ورح نفوت على التشات. نبعد لكم بهو. نبعد لكم. هيدا لينك تالت 40 دقيقة. لان احنا مش عينين upgrade. ويوجه لي بنستخدم المستين. لانو unlimited المستين أو skype. هيدا لينك تالت لينك. بس بدي اتأكد. إذا الكال ماشي الحال. وصار وصل له. وصل له. لينك تابوله. نعم يا سيد يوسف. عزم. عم يصلي reaction كمان. عزم. خلينا لكينا هلا نبلش بالجام بود. ما زال بعد معنا وقت على الزوم. رح نطلع نعمل شير سكرين على الجام بود. نعم. رح سكر الكهوت. طالما خلصنا مننا. بتلاحظوا هون. في عندي شي اسمه. بس تفتحوا الapplication. عندي شي هون على الجوجل يعني. جوجل application. بس اقبس أنا عليا. بنزل. هلا عفكرة الجوجل ميت صار كتير كتير حلو. وبيسهل اكتر من الزوم بعد. بس حدا عم يحكينا على chat. بس حدا عم يحكينا على chat. perfect great. لكينا بس اقبس على google apps. ونزل لتحت بيكبس على كلمة jump board. انا ديجا محضرتها لانو بتاخد شي خمس ثواني تا يفتح عنا لل jump board. بيطلع عندي هاي دي سكرين. ما شفنيها مني معروف. يلا رح ارجع لعندكن مرة تانية. فتنا على google apps. بنزل لتحت. لدي شي اسمه jump board. لهوني واضحة. وين jump board. بيكبس عليها. مجرد ما كبست عليها. رح تفتح لي هاي الصفحة. هاي الصفحة. فيها كل شي انا شو كنت شغلي من قبل. واذا بدي اعطي كورس جديد. بيكبس عليها مثل plus. new jump. بيكبس plus. تاخدت up to 5 seconds. فتح عندي صفحة جديدة. بهايدي الصفحة. صرت انا بس تتفتح عندي مزبوط. بيقدر اشرح لطلاب تاب والتي. وتشارك انا وياه. بتلاحظوا على. شمال الشاشة من هون. في عندي البن. تحت منه عندي الاريزر. وهون عندي الليزر كونت. اذا بدي اشرح لطلاب تاب والتي. رح اطلع على البن. وفيكم تنققوا اللون. رح نقق هيدا البن. رح نفترض. انو انا بدي اشرح شي للاستودنت تاب والتي. وبدي اتشارك انا وياهم. رح اقلهم. انا عم نكتب بالماوس مناعم روزابال. فيه اكتب بالماوس. وفيه اكتب بالقلم. هلأ عم اكتب بالماوس. وفيه اطلع اكتب بكل بساطة بالقلم. اذا كان معي قلم. فيه اكتب فيه. لاحظوا. رح قول. a plus b square. equal. هون فيه اعمل الانتراكشن انا والطلاب. واسألهم قدي بتطلع. اطلع. a2 plus b2. plus 2 a b. يعني اسألهم هن شو طلع معهم. هيدا عم اكتب بالانام. ورح فرجيكم كيف يكتب حتى بالماوس. بكل بساطة. اوكي. يعني عم شرح لهم تايورام. ما فيه داعي يكون عم قولوا بالهوا. وحلو انه. ما يكون موجود بس معي على الباوربوينت. حلو انا اكتب الديمو للتلميز. تأنتر شو بدو يعطيني جواب. وتشارك انوية. والحلو بتجم. بالورد انا فيه اكتب قدامهم. على التايبينج. كمان فيه اكتب على التايبينج. يعني انا هون عم قاطي كزا احتمال. شو معقولة تفيدو من التكنولوجيا اللي نزلت. بالاخص هلأ يعني نزل كزا شغلة من ورا خبرية الكورونا. انا. لا اصدق اذا فتحت هورد وعمل تايبينج عادي عندهم بيبين كمان. لا مش تايبينج. هوني بدو اسمه بورد. يعني بدك يا بالماوس يا بالقلم. سري فيهون الطلاب يكتبوا. بس انا ما عم بقدروا. بس مثلا بالوايت بورد فيهون الطلاب يجيبوا ويكتبوا. بالوايت بورد بيقدروا مثل بالزوم بيقدروا. بس هوني هيدا البورد بس لقيلي انا. اه اوكي. بس زوم بلا فيكي تعطين اكسس ويكتبو كذا. انا عم جربة بحط قدامكم كل شي فيه ريسورس موجودين. وانتو ساعتا بتصير عندكن سلي فيه كتير تكنولوجي تستخدمو يلي بتلاقيوه انسب لهيدا الوبجيكتيف اللي عم تشرحوه. لهيدا الميتودولوجي. اكيد هيدا الوايت بورد اسرع من انو حدا يفتح على الورد. يعني الطايبينج يروح انسرت ويكويشون ويجي بالطاور. اكيد هيدا اسرع. ابليكا بالاكتر يعني. وهلأ رح شوكريكا تابلت. بس فارجيكم تابلت لأسف كان حقه قبل الآزمة 29000. يعني بحتى قدامي بكتب علي طغري بتكبلي المعلومات على السكرين. بس هلأ ما عندي فكرة صراحة قدي صار الكوست تبوليتها عند محلات الكمبيوتر. كمان هلأ رح شوفيكم اياها. وساعتها انتو عندكم تول سبيئتكم قد ما بدكم تستخدموهم. وانفورشنتلي هيدا نسيتمو اعمل لي ريكورد هيدا البورد. ولكن بس نفتح على الجوجل كلاسروم. بيتلا عندي عدة صفوف. انا مصلا كنت محضرة صف اسمه توتوريو. لا لا انا بدي اخلق صف جديد. كيف بدي اخلق صف جديد؟ في عندي هون علامة اسمه بلاس. بيكبس عليا create a class. واكيد بقول continue. وبحط شو اسمه للا class. هنسمي test. one. section one. subject math. وايا روم بدون يكونوا عم يشتغلوا students فيها. وبقول create. مجرد ما اكبس عليا تخلق لي هيدا الصف. تليميستا يقدروا يفوتوا عليه في قطو options. اما انا اعمللون add. على ال e-mail. تبورتون gmail. اما بدي ابعتلون pin. وهن من خلاله بيكبسوا من هون عندن. رح نطلع شوي لبرا. على ال pin هون. يا اما join the class. بحطوا ال pin. يا اما انا بكون عزمتن على الصف بفوتو فيه. رح نطلع هلا على التست. بهذا هون بتلاحظوا انه. فينا نكون عم نشتغل. مور دان وان. في غير انا التام. في امل upload la picture. اكيد بالفيديو اللي رح ابعت لكم ايه. شرحتم بالتفصيل. اكيد من ضيع وقت لانه. الشرح بياخد 50 منت. تقريبا للكلاسوم. انا بدي اخلق classwork. بكبس على كلمة create. بيقول لي شو بديك assignment. ببعت لهم homework. ببعت لهم homework. كل شي هذا الassignment هو homework. طبولتهم. حطلهم ال instruction. شو طائل ال homework one. بجودة. طبولتهم ايه متى لازم يسلموني الشغل. بأي ساعة. ادي عليه علامات. كلها يتوق. واذا كان بحاجة انا حط دكومونيات جديدة فيها. اعملهم attachment لدكومون. من وين بجيبه. جوجل. لينك. فايل. من اليوتيوب. كلها ياتوا بعمل assignment. مش مرد ما عملت assignment. بيدخل تلقائيا عندي على ال calendar. انه بهيدا منهار. تميز عندهم homework one. لازم يسلموني ايه. اوكي. وهيدا بالنسبة لل assignment. كمان بالنسبة ل. في اخلاق quiz. الكوز هي متل ما تعلمنا هلا بالcreate google quiz. نقمس عليها. وبتكبنا على جوجل quiz. وبنقدر نخلق نحنا هيدا الكوز. نفس الشي نفس الطريقة اللي اشتغلنا فيها من قبل. هلأ رح يصال لكم فيديو. كمان في بقلبوا كل التفاصيل. كيف تنزل لجريد عندكم. كيف تعملوا ادل لل students. لل teachers تانيين. كيف تبعتولون question. يعني فيكم تبعتولون بس question. وصير فيهن يبعتوا اسئلة بين بعضهم. لذلك يوجد الكثير من جوجل classroom. وبكل بساطة يمكنكم تبعتولون material. powerpoint. تبعتولون document معين. او chapter. لذلك يمكنكم تعملوا. بالstream. كل شي عندهم يشتغلوه ببين عندهم هون. بال summary. لاحظوا هون في عندهم هومورك بدهم يعملو. بدكم تبعتوا question. او chat بيناتهم لل students. تعملون share post. لذلك هلأ بمساعدة. لذلك يمكنكم تقين من شايفكم من ما شايفكم. صحيح ما فيني زعبروا نهائيا students. يعني tracking لكل شي بيعملو عندكم على الشغل. وكل اياته لاحظوا بينكب على جوجل G drive. او على الكالندر عندهم. يعني. الكثير قريب من ال MS Microsoft Teams. هيك حسين. انا بشكل العمالي. بس هي. بس Microsoft Teams جمع بين الزوم والكلاسروم. معناك مضام الوضع. مضبوط. 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 نحن عنا بعد عشر دقايق. رح اخلق لينك زوم جديد. كنت ابعثكم يا هلا. لألا. لألا. كان فيش اسئلة عندكم بعد. ابعثكم يا ها. سويني تأخلق. اه. مضبوط. هيدا الحلو فيه. انو فور فري. ال MS Team بديكون organization. يكون عندك ايميل. ويكون عندك ميت خبرية. هيدا الحلو فيه. انو كتير بسيط. ومنو عقدي. يعني. منو معقد. عيشتو الواحد. حتى يقدر يكون عم يستخدموه. سو انا هلا عم اعملكم كمان. لينك رابع. لألا. لكن عندكم اسئلة. نحن شطحنا عن الوقت. from my side. ما عندي مشكل. بس بهمني. لانو انتو ما يكون عندكم مشكل بهيدا الموضوع. سوري عم اخلق اللينك. وبعت الكونية. to be on the safe side. وهلا رح ابعت الكونية على chat. هيدا لي. هيدا لي. هيدا. هيدا عزنا وقت زيادة. غير هيدا الوقت. بكون عندكم لينك رابع تقدروا تفوتوا عليه. اوكي. هيدا بالنسبة للجوجل كلاسروم. هلأ رح هنرجع على. على الباور بوينت تبولتنا تنهي السيشن. لكن اتفقنا انو نحنا تنقدر بال learning activities. في ابعتهم حتى research papers. لاصلان بدارس و science. طير حلو تخلص التلميذ. هن يكونوا عم بحضروا تشابتر. طير حلو انو نعطيهم انو اليوم بدي حدا يحضر عن الهارت. يروحوا هن يحضروا تشابتر. ويجوا يعرضوا. هيدا اسموا learning by doing. يعني خلين يتعلموا من خلال هن يبرموا. على تاسك تابولتهم. واكيد منعملهم project. كمان كتير مهم من عطينا البروجيات. يشتغلوا عليهم. كيف اريد ايهمهم. يا اما بدي ايهمهم بالكوز. اللي هي google quiz. بس خطورتها انو نحنا منا قدرين نشتري gis. ونشتري بروغرامات مثل respondes. نعرف انو ما نفتح كتاب حدو. او تليفون حدو. هيدا يمكن يكون في خطر يفتح كتابو. ويحط الجواب. في اعملو اجزارسيستات على علامات. في خلي رفقاتو يقيمو. يعني عرض البروجيت. ورفقاتو يحطو العلامة. او انو بكل بساطة بعتلي project. وحطلو العلامة تابولو. مشان هيك بالفوتر. او بالاخص العام الدراسي. اللي نحنا جايين عليه. مش معروف اذا عند جدرح يرجعوا يقلعو صفوف. مصلا نحنا هللق بالجامعة. بعلم بالجامعة الانتونية. ناكست ويك رح نرجع على صفوف ما. بس بستراتيجي. بغراندسال. غراندسال ما فيها بس غير 15 التنميز. يعني مدروس الوضع. ممنعرف اذا عام الدراسي جديد شو رح يكون. مشان هيك ضروري تكونوا عم بتحضروا تشتغلوا. على ميتودولوجي متل طريقة اللي حكي لها هلأ. لقل اللي بتطرينا نعطي أونلاين لكون نحنا جاهزين. مش جاينا فجأة الكورونا. وفوتنا بالحيات وما عم نعرف شو بدنا نشتغل. وفي قوت كتير بحبه. انو الإدوكايتر الشاطر هو اللي بيحول الاشياء الكتير صعبة بيجعلها كتير هيني. بيخلي ستودنس تقولتو مجذوبين لقيلو. وانا بالمبدأ. ما بق عندي شي بالبريزنتيشن. الوقت هلأ لقيلكم إذا في عندكم شي أسئلة تسألوني إياها. الوقت هلأ مخصص لقيلكم تسألوني شو في عندكم أسئلة. فنقدر كون عم جاوبكن عليها. مرسي كتير عن جاب كتير. كنت حلو يا. ألف ألف عرفين. السؤال هل بعد فيه ستشن ثاني؟ الستشن الثاني هي في عالم ما قدروا تسجلوا. لأنو عساس كان عندنا أربعين شخص مسجل. سو رح نفتح لهم عالم تانيين انستراكترز أسيتزي تانيين يتسجلوا. وإذا في شي طابق معي هايدي رح شوفيكم هلأ عندي على السكرين تشوفوا التوتوريال بيتج اللي أنا عندي إياها. كمان أنا كل جمعة تقريبا بنزل بنزل فيديو. كان يوتيوب أو كان على الفيسبوك. بنزل وقيمات بيبعطوا لي وفي مساج أنو عبالنا هيدا تحضرين لنا عنه فيديو. وكمان برجع بحضر فيديو. هلا أكيد بنزل أنا ومشي باسل. إذا حبيتوا السشن نعطيها مرة تانية للجروب التاني. وإذا في شي طابق تانيين عبالكم نحكي عنه. أكيد بنزل نحكي عنه. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا